لم تكتفي الميليشيا خلال العامين الماضيين بما خلفته من قتل ودمار وحصار لكنها ايضا تسعى الى اغلاق كل نافذة للحياة في المناطق الخاذعة لسيطرتها فبعد تدميرها للقطاع الصحي وتسخير ما بقي منه لصالح مقاتليها اتجهت الى التضييق على ما تبقى من منظمات عاملة في البلاد ومن تلك المنظمات الطباء بلا حدود التي اعلنت مؤخرا سحب اطقمها الطبية العاملة في محافظة ايب بعد المضايقات التي تعرضت لها من قبل عناصر مسلحة تابعة للميليشيا قامت باقتحام مراكز عملها في المحافظة الانسحاب من ايب كان قد سبقه انسحاب اخر للمنظمة في عدد من المحافظات ولدات الاسباب وهو ما يعد سعيا ممنهجا من قبل الميليشيا التي ترى في ترد الاوضاع الانسانية وسيلة ضغط على المجتمع الدولي من اجل الرضوخ لتسوية سياسية على حساب معاناة السكان في المقابل لازالت الشرعية تعبر عن هذه الانتهاكات بذات الخطاب القديم التي لا تخرج عن وصف افعال الميليشيا بالتصرفات اللامسؤولة وهو وصف اقل بكثير من افعال الانقلابيين المأساوية بحق اليمنيين هذه الممارسات تأتي بالتزام مع تأكيدات المنظمات الدولية من ان الالاف من اليمنيين يموتون نتيجة عدام الخدمات الطبية في البلاد وهو ذات الامر الذي تسعى الميليشيا الى ترسيخه من خلال قتل وتشريد اليمنيين